اوكي اداله عايز ايه؟ اداله يعني واضح ان هو في حاجة عنده بايضة في العلاقة حاجة يعني مش مش واخد حقه زعلان من حاجة اتهزم في حاجة بس هو واقف وبيبين ان هو ولا الهوى وانه تمام ومش فارق مع حاجة انه هو ايه؟ ما تهزمش هو بيحاول يبين انه هو ما تهزمش انه هو ما تكسرش نفسه في ايه؟ عايز يدي في العلاقة اكتر اداله زي ما احنا شوفنا حتى في قراته العامة بدا يركز في العاطفة اوه بدا يركز مع شريكه اوه ده يهتم بيه وده يعوضه حاجة حلوة جدا فالدالو شايف ان يعني ان العلاقة حلوة ولفسه باقي يكمل عليها يزود عليها يحليها اكتر يديها اكتر حلو قوي قوي دالو شايفش ديكو ازاي which is weird اتجرح كتير اتجرح كتير اتعنات كتير 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 مش عارفة ازا كانت التعنات دي بسبب ولا بسبب شخص تاني لكن المهم ان هو شايفه متقلم وان هو زي ما تقوله اتغادر بيه كتير قوي وعنده نهاية مقلمة يعني زي ما تقوله اخد نهاية مقلمة مش عارفة الدالو هو اللي تسبب فيها ولا دي حاجات من بره لكن الدالو حاسس بقلمك حاسس بقلم شريكه سوري الدالو حاسس بقلم شريكه قوي الشريك بقى بيعمل ايه الشريك واضح ما هو حطل نفسه هدف ورايح له بسرعة بياخد خطوات سريعة جدا 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 وانا حاسة ان الخطوات دي اتجاه شريكه كمان يعني لو فلنفرض ان الدالو زعل شريكه في حاجة بس الدالو ابتدى يركز وابتدى يدي وابتدى يعود شريكه شريكه رايح له جاري بقى اللي هو ايه بيسمحه بيقرب منه اكتر رايح له بسرعة نفسه في ايه هو نفسه في تعويد فعلا نفسه في تعويد الشريك شايف انه هو قدى الدالو كتير قوي او يعني مقصرش على اقل معاه في حاجة ونفسه بقى في تعويد انه واضح ان الدالو ممكن يكون غلط يعني مش مشكلة من اغلط وابتدى انه هو يعني عايز يحصل بقى الشريك شايف الدالو ازاي شايفه بيصلح لا الدالو بيصلح خلاص عمال بيشوف اخطاءه فين كانت فين وعمال يصلحها وعمال يداوي جروح وعمال يطبطب وعايز يقوم بالعلاقة قوم كده ما شاء الله الطاقة طاقة دالو بيحب شريكه جدا 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 وعايز يقدم له حاجة شايفين كوبايا دي كوبايا دي مشاعر وحب جواحه سمكة السمكة دي عطاء ورمز رمز الخير يعني مقدم لك كل خير عايز يقدم لك كل خير لا واضح ان الدالو تعلم درسه تعلم كويس وعرف إنتك ونوي صلح وإنت صراحة شريكه يعني برافو لو هو ده فعلا اللي إنت بتعمله حاليا إنك إنت رايح له بالسرعة دي ومستني تستقبل بقى طب يلا بقى وريني بقى تعمل إيه بالطاقة دي ما شاء الله عليكم بجد حاجة حلوة أو بصوا بقى فيه بداية جديدة العلاقة واخدة شكل جديد فيه حاجة جديدة حاجة إنتم مش متعودين عليها إتداله فعلا إنت ده يركز مع الشريك فيه فيه تفاقل كده وبصين العلاقة إيه ده ده العلاقة بتتطور ده العلاقة مش فاشلة زي ما أنا كنت فاكر لأ ده فيه صاف فيه بداية جديدة فيه طريق طويل إنتوا رايحين وإنتوا ترسموا خطط للمستقبل دلوقتي مع بعض رايحين طريق طويل مع بعض مشاعر جديدة ومولود جديد للناس المستمينين موليد الناس اللي لسه ماتجوزوش ده زواج إتمام زواج وإتمام خطوبة والناس المستمين مولود مولود جديد لو ولا حاجة من دول وأنتوا متجوزين أورادي وعندوك إولاد فهي مشاعر جديدة مشاعر المولود الجديد فرحة المولود الجديد حاجة نقية جدا حاجة عطاء عمالين تده كله عمال يدي كله عمال يدي يعني اداله بيدي شريكه وشريكه بالتالي بيديله ماشاء الله ويعني أنا عايز أقول لكم أنا معاكم والإداية فعلا تنطبق على اداله جدا الشهر ده الحمد لله الحمد لله والحمد لله طيب خلخص القراءة الحمد لله حل وقوي الفيدباك جميل ربنا يسعدكم يا رب ربنا يسعدكم الدل واضح أنه ضلط في حاجة أو أثر في حاجة على الأقل على الأقل تقدير وبيحاول يبين أنه هو إيه مش عايز يعترف ما بيعترفش أنتوا عارفين دل وما بيعترفش فهو بحاول يبين أنه هو كمان أنه هو مغلطش في حاجة أو الحرب اللي كان داخلها أو المعركة اللي كان داخلها خرج منها مهزوم بس بيحاول ينكر الهزيمة دي عايز يتدي يدي في العلاقة لأنه شايف أن أساسها قوي وأنها تستاهل منه أنه يديها الوقت ويديها المجهود والاهتمام فهيبتدي يبني في العلاقة شايف شريكه إزاي متقلم متقلم جامد وخلاص اتهارة تعنات كتير جدا يمكن تكون منه أو يمكن تكون من الناس تانية لكن حاسس بقلم شريكه الشريك شايف هدف رايح له بسرعة جدا 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 وحاسة أن الهدف ده اتجاه شريكه بسم الله ما شاء الله الشريك عايز إيه كمان عايز تعويض بقى عايز بتدي يجني بقى هو صبر كتير واستنى وسامح مثلا أو أو يعني دعم كتير إدى دعم كتير للدلو فعايز بتدي يحصل بقى عايز هو بقى ياخد شوي وهو شايف فعلا أن الدلو ابتدى فعاليا أنه هو يصلح وابتدى يديه ارتقى ما بينكم ولا أحلى مشاعر جديدة حلوة جدا جدا كلها حب كلها عطاء واهتمام مرحلة جديدة زي ما قلنا الدلو يشريكه داخلنا ومرحلة تقتها حلوة قوي بسم الله ما شاء الله تقت البداية الجديدة حاجة بسم الله ما شاء الله تفرح تفرح عملين ترسموا خطوات نحو المستقبل مع بعض وخطوات بعيدة بعيدة المدى بس ده تلقى لك في الإراية العامة بلاش تعمل الخطط الخماسية دي الخمسينية دي لا ينشوا خطوة خطوة إن شاء الله الطريق طويل وتكملوا دايما مع بعض بس خدوها ايه واحدة واحدة مشاعر جديدة فيها كلها سلام وكلها يعني رحمة جميلة جدا 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 وزي ما قلنا ممكن يكون مورود جديد اتمام زواج او اتمام قطوبة بس يعني ما شاء الله حاجة كده ما فيش زيها وربنا مبارك كل اللي بيحصل ده وسعيد بيكم جدا الحمد لله الحمد لله ربنا هنيكو كل الدل ان شاء الله ويسعد شرككم واستقس يعني بستوا بقى حلو جدا 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 ما شاء الله حالتك دلوقت يا دل ايه هي حالتك يا دل وشكلك يا امه دخلك فلوس حددكم او دخلت خلص في خير في تحسن في الحالة المادية في او حتى يعني زي ما تقولوا ايه ابتدت تنور ابتدت تنور اه هي في خير جاي حالتك دلوقت كمان عندك عطاء اذكرت ده كمان امه ان هو دخلك ان شاء الله رزق وفلوس كويسة ان شاء الله او انه انت في حالة عطاء عمل تدي 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 اه حد محتاج بتديله عندك كرم اه زاية دلوقت ده يعني لو هي حالة مادية فهي زادت عن الطبيعي بتاعها ولو هي حالة عطاء فهي برضو زادت عن الطبيعي بتاعها دي حالتك اه دلوقت حالا شكل الشهر عندك فيه احتفالات هو شهر احتفالات فعلا اه بنحتفل بسنة جديدة اه لكن واضح انك انت بتحتفل بشيء الناس اللي مرتبطين يعني لسه معملوش خطوبة الشكل فيه خطوبة وفيه اتمام رسم خطوبة او زواج كمان فهو فيه فرح فيه احتفال يعني ما شاء الله كارت اصفر منور وحاجة حلوة قوي 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 وممكن كمان تكون اجازة شكل الشهر ده عندك فيه اجازة فيه فسحة فيه سفارية المهم انه فرحة 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 حلوة جدا جدا وعملية كده رخاء ودان رايق وحاجة حلوة جدا بسم الله ما شاء الله هدفك هذا الشهر هنا فيه حاجة انت مزبزب فيها مش عارف اختار حاجة من اتنين عندك حيرة في اختيار او عندك تقلب متقلب في حاجة الهدف بتاعك انت تحسل الموضوع ده اما انه انت فيه قرار عايز تاخده ومتردد فيه وعمال تجيبه يمين وشمال او انت في حال التقلب او ممكن تكون حال التقلب في الحالة المادية يعني طلع نزلق اما انه انت بتوصل بتجيلك بتروح على طول تتصرف في مكانها يعني اللي جاي رايح او فانت عايز تثبت بقى الموضوع ده عايز يبتدي بقى الموضوع يبقى فيه اتزان شوية الفلوس اللي تيجي لقطعت شوية فيها حاجة بتتأرجح انت عايز توصلها لحالة ستادي ده الهدف بتاعك الشهر ده فلو انت عايز تعمل ده يا دلو بإذن الله الفلوس اللي حدي لك ابتدي حوش ما تصرفش في حاجات ملهاش معنى او ممكن يكون هدفك الاقتصاد ان انت قررت ان انت تعمل خطة في الصرف انك انت تبتدي تركز في مصروفك وتصرف في الحاجات المهمة والحاجات اللي انت محتاجها بس المهم انه هدف كويس قوي 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 فيه ناس تلعى هدفها النهار ده انها تهد البيت في خلقات النهار ده كان هدفها نظير طبيعي الصراحة طي ايه العقبات اللي مقابلك الشهر ده تغييرات انت ما كنتش عامل حسابها تغييرات مفاجئة ممكن تكون في العمل وتغيير جامد مش تغيير اي كلام لا تغيير قوي ممكن يكون في العلاقة حصل فيها تغيير مفاجئ في العمل حصل تغيير مفاجئ عملية تحول ده هيقف قدامك عقب الشعر تحت مش عارف تتعامل معه ازاي نصيحتي لك تعمل معاه بجرأة بص هو ايه اللي بيحصل هنا التين بتاع الكارت ده الموت مفروض ان حاجة بتموت او حاجة بتغيير وحاجة مفاجئة وبيعي غصب عنك انت انت مش متوقعها زي الموت كده لما بيجي ايه غفلة هو الموت هنا رمز مش الموت بمعنى الحرف الموت بمعنى رمز الموت ان هو بيجي مفاجئ بدون دعوة والوحن بجعفش صرف فيه اعمل ايه بس بصوا بقى هنا الراجل ده ده مفهول ان هو السيس يعني او احنا بالنسبة لنا بقى حيبقى رجل فيه او شخص فيه عنده تدين واقف بيواجه عادي جدا واجه واجه التغير او التحول ده بشجاعة ما تقلقش لان التحول ده او التغير ده الحاجة اللي بتموت او تتغير وبيحل محلها حاجة تانية فيه شمس جديدة طالعة بعدها فواجهه ما تخافش منه التغير اللي داخل عليك ده دلو ما تخافش منه ان شاء الله في الاخر حيوديك لحاجة كويسة حاجة احسن بس انت مش عيد هدلوقتي الحاجة اللي انت هتنجزها الشهر ده واضح ان الدلو هيعرف يوازن ما بين العمل وما بين الحب بمعنى يمكن كان الشهور اللي فات وكان الشهور اللي فات فعلا الدلو عنده الحتة دي ما كانش مركز في العطفة او كان مركز في عمله جدا جدا يعني يبن معالم للموضوع ان ان شاء الله هيحصل هيحصل تحسن فدلوقتي ابتدى يوازن ما بين حالته العطفية وبين حالته العملية فالحبيب راضي مبسوط انك انت بقيت تهتمل دي مش بس مهتم بشغلك وهبقيت هامله لأ بقيت مركز مع الاتنين بقيت بتدي في النحيتين برافو عليك يا دل برافو برافو طيب ايه اللي هتحاول تتفادى هذا الشهر دي خطة مستقبلية اوكي خطة مستقبلية بعيدة المدى بمعنى خطوة كبيرة او تجنب الخطوات الكبيرة او اللي ليها علاقة بقى ايه بخطوات مستقبلية عارفين الخطة الخمسية اللي نشعارف ايه لأ بلاش تعمل خطة خمسية دلوقتي انشي step by step خطوة خطوة تفادى الموضوع ده يمكن السبب لانه ده مش وقت ملاسب ان انت تعمل خطة للمستقبل اوي مستقبل بعيد بالشكل ده وممكن يكون كمان الصفر تفادى الصفر الوقت ده ده ليه ما تخافوش من حاجة يعني يمكن على اقل تقدير يعني اننا تكتب مش هتبقى مرضية لك اوي اللي عنده صفر الوقت ده حاول ما يتجنبه او اي حاجة فيها ايه خطوة بعيدة خطوة كبيرة ايه اللي انت محتاجت عطنقوا هذا الشعر شوية يعني مش عايز اقول بخل عايز اقول حذر توخ الحذر هذه الفترة في الصرف الصرف بالذات لان ده نمسك امسك ديك شوية يا جلو انت طلع لك حالتك دلوقتي انت عملت بعزق واضح ان فيه بعزق عملت بعزق ينين وشمال وفوق ودحت طيب ده ده اللي انت محتاجت عطنقوا الشهر ده حاول تمسك ايدك شوية امسك ايدك ركز اهم الخطة للصرف خطة خطة محترمة كده مش لحاجة علشان حس يعني توصل للهدف اللي انت عايز ده انك انت الحالة المادية عندك تستقر ده هدفك وعلشان وعشان تبتدي تحس بالحادات اللي انت اشتغلت عليها الشهور اللي فاتت يبان تأثيرها طول ما انت كل اللي بيجي لك بتصرفه مش هتحس بالتحسن اشتغلت اشتغلت اشتغلت